بعد سنوات من نشاط وصف بالمتصلط والباطش من ناحية والمهم للمحافظة على المبادئ السائدة من ناحية ثانية قرر مجلس الوزراء السعودي في مثل هذا الأسبوع من عام 2016 إعادة تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروفة والنهي عن المنكر فحدى من صلاحياتها ودفعها للتنسيق مع باقي أجهزة الأمن هذه الخطوة التي يعارضها إلى اليوم أنصار وموظف هذه الهيئة تأتي ضمن الجهود السعودية لإظهار الفتاح أكبر الأمر الذي يكبل مسيرته حاليا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تأتي ضمن الجهود السعودية لإظهار الفتاح أكبر ويعود إلى أيام الرسول عليها سلام ما الظروف التي آلت إلى الحد من صلاحياتها واليوم ما عدت تقريبا موجودة في السعودية؟ صحيح هي موجودة بشكل رمزي أما عن ما نجم عن ذلك فسنأتي عليه بعد قليل أولا هذا الجهاز كان جهاز شرطي ويمتلك صلاحيات كبيرة كان الهدف منه هو إلزام الناس بتطبيق الشريعة وقواعد الشريعة الإسلامية أما كيف يتم ذلك فهو أن موظفي هذه الهيئة كانوا يستقلون دوريات ويطوفون بالشوارع ويلزمون الناس بإغلاق الدكاكين وقت الصلاة إلزام النساء بارتداء العباءة عدم الإختلاط والأسلوب هو بالاعتقال أو بالعنف أو القوة ولكن بعد هذا الذكرى التي نتحدث عنها في مثل هذا الأسبوع حصلت من العام 2016 فقد كان تغيير جذري لأن موظفي هذه الهيئة تركوا الميدان وإن كفأوا في مكاتبهم لم يعد لهم أي احتكاك مع الناس واقتصر عملهم فقط بالأنشطة الدعوية أو التوعوية بشار عبر مواقع التواصل للاجتماع المسموعة المقروعة والمرئية وحتى في مواقع التواصل للاجتماع أو إعلانات في الطرق وبطبيعة الحال وأنت أتيت على ذكر هذا الأمر بشار في المقدمة هذه الخطوة ليست هي الهدف أو الخطوة المركزية هي تمهيد للخطوة المركزية الخطوة المركزية هو ما قلته بشار في المقدمة وهو الانفتاح السعودي غير المسبوق والذي أيضا جاء مصاحبا معه إصلاحات دينية واجتماعية عدة ازدياد مساحة الحرية الشخصية الممنوحة للسكان وخصوصا النساء التي سمح لهم بمشاهدة مباراة كرة القدم قيادة السيارات ومشاركة في حفلات ومن لذلك فتح دور السينما أيضا الحفلات وإقامة العروض الغنائية كل هذا الأمر بشار ليجب أن نعلم أنه لم يأتي بمطالبة من الناس الناس لم يطالبوا هذا الأمر في السعودية هو الحكومة هي من فرضته وبالتالي فإن هذا التغيير الذي دائما كان منشودا في دول أخرى من الشارع وكانت الحكومة تستجيب لمطالب الشارع بالسعودية كان بالعكس ما يثير المتحدة عدد أمر بأن الناس الذين كانوا يطالبون بهذه الإصلاحات زج بهم في السجن ولا أن الحكومة تقوم بهذه الأمور التي كانوا يطالب بها أولئة المعتقلون صحيح ولكن أريد أيضا أن أتحدث عن الدوافع التي دفعت السعودية فهذا ليس خطوة تقوم بها المملكة السعودية بصورة مفاجئة والسعودية عودتنا دائما أنها على الرغم من وجودها في منطقة مضطربة إلا أنها كانت دائما مستقرة من حيث نظام الحكم من حيث شعار الدولة حتى من الرموز والنشيد الوطني والعلم هي دولة دائما مستقرة فما الذي دفع السعودية لكي تنتهج هذا الخط الثوري وتحدث هذا التحديث الكبير الذي يعتبر منعطفا هو أمر واحد وأن هذا الأمر جاء من منطلق اقتصادي بحث النفط بشار الجميع يحذر من أنه سينتهي عهد النفط وبالتالي فإن السعودية التي كان يرتكز اقتصادها على النفط أدركت أنها بحاجة إلى عدم الارتهان له والبحث عن تنويق مصادر الاقتصاد إلى مجالات لم تكن في الحسبان في السابق كالسياحة وأيضا الترفيه الترفيه بشار هو الذي جلب هذا الأمر لكن هل هو فقد اقتصادهم؟ وأن يكون هناك ضغوطا دولية عليها من أجل أن تظهر منانا أكثر في الحياة اليومية والاجتماعية والحقوقية للناس السعودية كانت تمارس عليها ضغوطات في السابق كثيرا بشار ولم ترضخ لهذا الأمر والسعودية بإمكانها أن دائما علمتنا أنها كانت تصمد أمام كل هذه الضغوطات الغربية ولكن الأمر كان بشكل عام وبشكل أساسي هو تنويق الاقتصاد السعودية بحاجة إلى السياحة السياح لا يأتون لبلد بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتالي فأنه كان هناك قرار سيادي بالتخلص منها أو لا يصير التخلص لا أريد أنه بالك بالحد من هذا الأمر حتى أضحط هيئة الترفيه أهم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمر ربيع زميل الصحفيات وانتفاري نيوز شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر